اشتركوا في القناة ايأذن لابن غارون بالعودة الى حيث اخواني الذين قدموا معي من المدينة الامر لك انشئت اقمت انشئت مضيت وودت لو اشرت علي باحد من البيتكم لأوليه امرة المدينة ذلك اليك وكلهم خير ان شاء الله ان شاء الله قد علمت ان عبدالله بن الحسن من عبدالله بن العباس من امير المؤمنين عليه السلام رجل صدق وقد وليته امرة المدينة ورجوته ان لا يرفض لك طلبه فكن له عونا يا محمد نعينه ما عمل باوامر الله ونواهيه واحسن الى عباده ترية بعضها من بعض الهمها ربي بارك الله بك يا سليمان بن جعفر ولن يضيع الله سبحانه لك ما فعلته لجد الامام موسى عليه السلام وقد فعلوا به ما قد علمت واني والله ارجو ذلك ولا اشك انها يد عند الله سبحانه وتعالى قد تكون نجاتي فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا عما ما حكاية موسى بن محمد كان ذلك منذ اكثر من عشرين عاما وكان والدك قد امره بان يقدم عليه من المدينة المنورة فسلمه لوالي البصرة فما وجد منه ما يريب بل عكف على عبادته والتهجد لرب فابلغ الرشيد رحمه الله بانه سيحرره ولا يحتملن دمه فاتا به الى بغداد ووكل به الفضل ابن الربيع فلم يجد منه الفضل الا كل خير حتى انه لم يدعو على من ظلمه قط ثم سلمه الى السمدي بن شاهك وذات يوم في الجانب الشرقي من بغداد يا اهل بغداد شدوا ان الامام موسى بن جعفر مات حدف انفه والرافضة تزعم انه لا يموت ويحهم يفعلون بابن عمنا هكذا يعرضون جثمانه على الناس في اسواق بغداد ايها الجند انفوا وخلصوا نعشه من بين ايديهم بالقوة يا اهل بغداد ان امير المؤمنين يطلب من فقهاء بغداد ان يبتقوا كتابا يشهدوا به انه مات حدف انفه لا اله انزل لا اله انزل ويح امتهم تفعل بحفيد نبيها ما فعلت وامامه ثم حملنا الناعش ودفنا موسى في مقابر قريش وكنت قد وضعته امام الناس وامرت المنادي ان ينادي الا من اراد النظر الى الطيب ابن الطيب موسى ابن جعفر فليخرج فخرج الناس يتدافعون ويبكون ثم كتبت بذلك الى امير المؤمنين الرشيد وكان في الرقة فماذا قال ابي اشهد انه كتب لي وما يزال كتابه عندي وصلت رحمك يا عم واحسن الله جزائك والله ما فعل السندي ابن شاهك لعنه الله ما فعله عن امرنا لعنه الله ما فعله عن امرنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونحن فرسان أشداء وهم لا حول لهم ولا طول فمن شاء البقاء معي فليبقى ومن شاء فليرحل أم جعفر أهلك غاضبون يفورون كالتنور وما أنا إلا من غزية إن غوات غويت وإن ترشد غزية أرشدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم منحك متتابعة وأياديك متوالية ونعمك سابقة وشكرنا قصير وحمدنا يسير وأنت بالتعطف وأنت بالتعطف على من اعترف جذير اللهم وقد غص أهل الحق بالريق وارتبك أهل الصق في المضيق وأنت اللهم بعبادك وذوي الرغبة إليك شفيق وبإجابة دعائهم وتعجيل الفرج عنهم حقيق اللهم فصل على محمد وآل محمد وبادرن منك بالعون الذي لا خذلان بعده والنصر الذي لا باطل يتكأده وأبح لنا من لدنك متاحا فياحا يأمن فيه وليك ويخيب فيه عدوك ويقام فيه معالمك وتظهر فيه أوامرك وتنكف فيه عواد عدادك اللهم بادرن منك بدار الرحمة وبادر أعداءك من بأسك بدار النقمة اللهم أعنا وأغسنا وارفع نقمتك عنا وأحلها بالقوم الظالمين يا أرحم الراحمين وارفع نقمتك عنا وارفع نقمتك عنا لا تخافوا يرحمكم الله كأنكم تمضون إلى زيارة حضرة مولايا الإمام الرضا عليه السلام إلى حضرة مولايا الإمام عليه وآله السلام وارفع نقمتك عنا 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 زدني زادك الله يا مولايا يا علي من استحسن قبيحا كان شريكا فيه زدني يا مولاي يا علي المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعد من نفسه وقبول من ينصحه زدني يا مولاي شعلت في ذاك لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته زدني يا مولاي يا علي من يستحسن قبيحا كان شريكا فيه وعلم يا علي أن العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء أفهم من كلامك أنك لن تتدخل بهذا الأمر وكيف أتدخل في أمر رجل يريد أن يزوج ابنته ممن يراه كفأا لها وهو والله أكفأ الناس لها ابن الرضا كفع لبنت المأمون أمير المؤمنين يا سبحان الله وفيما الاستنكار يا أم جعفر بالأمس كان ابن مراجل وما فيه مغز إبرة إلا بنطفة من واحد والآن ترفضون بهذا الإباء أن يكون صهره حفيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كنت أسمع أنك تميلين إليهم وما كنت أصدق حتى سمعتك بأذني يا بنت سليمان رويدك والله لو جمع كل شرف الأرض لذكر أو أنثى لن يعدل شيئا أمام شرف ينتسب إلى علي بن أبي طالب وفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمهلا يا مولاي ماذا يا علي إن الطريقة إلى دياري شاقة فالأهواز بعيدة وقليل ما ألقاك شهد الله يا مولاي أني لأرغب أن لا أفارقك طرفة عين أعلم يا علي يرحمك الله حيا وميدا عظني يا مولاي زودني لأقوى على الدنيا عليك وعلى أبائك السلام يا علي حسب المرء من كمال المرؤة أن لا يلقى أحدا بما يكره ومن حسن خلق الرجل كفه أذاه ومن سخائه بره بمن يجب حقه عليه ومن كرمه إثاره على نفسه نقشت في قلبي يا مولاي أتقبلون بما سمعتم؟ هات يا عيسى هات ما لديك قد علمتم مثلي أن المأمون أمير المؤمنين المأمون 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 أمير المؤمنين لا بأس إنما قلتها على السجية قد علمتم أن أمير المؤمنين عازم على تزويج ابنته من هذا ابن الرضا وهل نستطيع رجع أمير المؤمنين عن أمر يخصه في أهل بيته يا عيسى وهل نتركه حتى يملأ آل العباس بأحفاد ابن الرضا فيكون ما لا تحبون قل شيئا يا صالح ما أتيت إلى هنا لأقول بل لأستمع وأنقل ما تريدون يا صالح إن أخاك بتزويج ابن الرضا يؤسس لضياع ملكنا وهذا أمر لا بد أن يؤخذ رأينا به لا بأس إنكم تعرفون أخي أمير المؤمنين لا يكسر بالمغاضبة بل يؤخذ بالملاينة إنه يقول إن ديدنه العبل والحكمة فمن حدثه به ما قبل من إنه لا يقبل انتقاصا لملكه نحن لا نريد انتقاص ملكه يا أبا عيسى بل نريد الحفاظ على ملك آبائنا وأجدادنا انضي إليه فكلمه بها لعله يقبل منك ابعثوا إليه عمتنا زينب ابنة سليمان ونعم الرأي والله السلام عليكم يا مولانا وعليكم السلام تفضلوا بارك الله بكم لا تؤخذنا يا مولاي إن شوقنا لرؤيتك والسلام عليك والاستماع منك ما لا مزيد عليه ولكن خشينا أن تكون غير راغب في ذلك خوفا علينا لا بأس عليكم إن شاء الله مولاي هل يختلف المأمون عن آبائه وقد فعل بمولاي الرضا ما فعل؟ هذا رجل متناقض يا ابن الحكيم ولا سبيل منه إليكم كيف نثق به؟ وقد اغتال مولانا وسيدنا ويحى أين يهرب منها في الآخرة؟ مولاي جئناك لنعلم وإننا منصطون أما قول المأمون بأنه يحب أمير المؤمنين علي عليه السلام فهو صادق فيه صادق في حبه أمير المؤمنين عليه السلام؟ الحب شيء والولاء شيء آخر فالولاء لأمير المؤمنين هو العمل بشروط الولاية إنكم تعرفون شروطها بلى التسليم والرضا والطاعة والقبول والاعتراف بالحق لأهله والعمل بمقتضاه وهذا ما لا يفعله المأمون ولن يفعله فحسبنا منه محبته والأخرى حسابه عليها عند ربه والله يا مولاي إني لأخشى أن يغدر بك كما غدر بمولاي الرضا لا لن يفعل يا ابن الحجاج مولاي قل يا خيران ياسر خادم المأمون يستأذن للدخول قل له أن يدخل أمر مولاي السلام عليك وعلى ضيوفك يا سيدي أبا جعفر وعليك السلام يا ياسر سيدي مولاي أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول إنه لا يصبر عنك ويرجوك أن تلبي له رغبته بزيارته وكان قد عزم المسير إليك ولكنه خشي أن لا تكون متفرغا للقائه إن كنت ترغب بلقاء أمير المؤمنين فهو ينتظرك بلهفة لا مزيد عليها وقال لي قل لأبي جعفر إنه يجد وحشة وهو يحتاج لدعائك والأنس بك لا بأس انتظرنا يا ياسر سمعا وطعه هذا ياسر خادم المأمون الذي ترتعد بغداد منه لا رغبة لي عنكم لكن الرجل يا مولاي يبعث إليك برسالة أشبه بالرجاء وهو سلطان الناس أحببنا ذلك أم لم نحب لا خوف علي من المأمون أهو علم تعلمه يا مولاي بلى الخوف علي بعد موته أطال الله عمرك يا مولاي إن كان ذلك فنحن نأتيك وفي أي وقت انت شاء بل تتهيأون للمضي معي إلى الكوفة لزيارة مثاوي شهداء كربلاء وروضة جد أمير المؤمنين عليه السلام اللهم صلي وسلم عليهم وحشرنا معهم وثبتنا على ولايتهم يا أرحم الراحمين وها أنت يا المأمون وقد صرت خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين والجميع يخطبون ودك ويتقرقون إليك فهل زدت طولاً أو أرضاً؟ إيه ما عاد أحد يقول لك يا ابن مراجل بل يا أمير المؤمنين كلهم يتزلفون إليك فأنت جاري مصطط وأرست الكلام وفقيه الدنيا والصريرة عندك التي يعرفها كل الناس تصير فريدة حصرها وزمانها وإن قلت بيت من الشار تناوله الفنانون والعازفون وأعمل علماء اللغة فيه ألسنته متحاً وتقريضاً فهل زدت شيئاً؟ مولاي سيدي محمد بن علي مرحباً بك وأهلاً يا خير من عليها السلام عليك يا ابن الرشيد بل عليك السلام ولله درك ما أسعدني بقدومك تفضل تفضل يلعاك الله تفضل ما بك يا سعيدة؟ أراك تبكين؟ كيف لا أبكي يا سيدتي وقد غاب عنا مولاي إني والله لأجد وحشة لغيابه ما وجدتها قض الله يحفظه ويرعاه يا سعيدة يا سيدتي إني والله لأخشى كلما مضى أحد منكم إلى بن العباس لماذا يا سعيدة؟ ما اتصل حبلهم بحبلكم إلا وقعت مصيبة لكأنهم موكلون ببلائكم فعذريني ما قلت إلا حقاً فلا تعتذري لقد ملأوا صدورنا غصصاً ولم يرعوا لنا رحماً ولا قرابة علمتي الآن لما أنا خائفة يا سيدتي بلى يا سعيدة علمت قبل أن تقولي لكن مولاي أبا جعفر طمأنني قبل رحيله أنه عائد إلينا ولن يكون إلا ما تحبه فطمأنني كلامه وهو لا يقول إلا صدقاً ولو كان عليه خطر منهم لما قال ذلك أشارك الله يا سيدتي هل لي بطلبين؟ قولي يا سعيدة أرغب بحمل جمل من الرد أوزعه على المحتاجين في المدينة يا سيدتي فهل؟ وهل علمت يا سعيدة أحداً من أهل هذا البيت يمنع صدقة أو يرد محتاجاً؟ من يومها ورغبة البر تملأ كياني حتى أنني لأرغب بإن أدفع الرغيف في يدي لجائع أو محتاج بارك الله بك يا ابن أخي وبورك دعاؤك اللهم أعد لنا سالماً غانماً يا أبا جعفر قال أمير المؤمنين عليه السلام والله لو أردت أن أخبر كلاً منكم عن مخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت ولكني أخاف أن تكفروا بي وبرسول الله فهل لديك في ذلك تأويل؟ بلى إن جد يا أمير المؤمنين عليه السلام عليه السلام لو شاء لأخبر كل واحد منهم من أين خرج؟ ومن أين دخل؟ وكيفية خروجه وولوجه؟ وأخبر بجميع شأنه وشغله من أفعاله وأقواله ومطعمه ومشربه وما ادخره في بيته وغير ذلك وما أضمروه في قلوبهم وأسروه في ضمائرهم كما قال المسيح عليه السلام أنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم أما قوله أخاف أن تكفروا بي وبرسول الله صلى الله عليه وآله أي إني أخاف عليكم الغلو في أمري وأن تقدموني على رسول الله أو تقولون بي كما قالت النصارى بالمسيح كما أخبرهم بما غاب عنهم مع أنه كتم ما علمه حذرا من أن يكفروا فيه وبرسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله عفوك أيها الأمير قد علمت أنه لا يحجبني لقد أمرني أن لا يدخل عليه أحد حتى أنت حتى لو كنت أنا حتى لو وصل خارجون عليه إلى باب قصره ما شاء الله ما شاء الله ومن عنده يا ياسر سيدي محمد بن علي الرضا أيها الأمير إن لأخي أمير المؤمنين شأنا لا أفهمه قل له أن أخاكاب عيسى رغب بزيارتك ولم يستطع الوصول إليك سأبلغه حين يأذن لي وقد وصل إلينا حديث جدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حول آية النجم فهل لديك حديثها؟ بلى كان بن هاشم يصلون عند النبي في العشاء الآخرة فلما سلم أقبل بوجهه ثم قال سينقض كوكب من السماء مع طلوع الفجر فيسقط في دار أحدكم فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيه وخليفة فيكم والإمام بعدي فلما كان قرب الفجر جلس كل واحد منهم ينتظر سقوط الكوكب في داره وكان أطمع القوم في ذلك جد كالعباس بن عبد المطلب فلما طلع الفجر انقض الكوكب من السماء وسقط في دار جدي علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالنبوة لقد وجبت لك الوصية والإمامة والخلافة بعدي فمن الذين تحدثوا بذلك ثم انكروه يا محمد المنافقون في المدينة المنورة عبد الله بن أبي وأصحابه فقالوا لقد ضل محمد في محبة بن عمه وما ينطق من شأنه إلا بالهوى قد ضحه الله من منافق يقول عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى يعني في محبة علي بن أبي طالب عليه السلام وما ينطق عن الهوى يعني في شأنه إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى أَوَ كَانَ الْأَصْحَابُ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ بَلَا كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلِمَا فَعَلُوا مَا فَعَلُوا الله أعلم بهم أَلَمْ تُخْبِرَنِي يا أبا جعفر الحق بين والباطل بين ولا قول بعد قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم يا سيد وعليكم السلام ورحمة الله أراك تعبا يا سيد بلى أتيت من العريض وهي قرية لنا يعرفها أهل المدينة وينسبون إليها فيقولون العريضي وأبناء العريضيون حينما تنشط للحديث عندي سؤال يشغلون وأرجو أن أجد جوابه عندك إذا كان لدي الجواب فلن أبخل به عليك تفضل يا ولدي تفضل يا أهل بيتي إني قد جمعتكم لأمر يخصكم جميعا ما يصعد أمير المؤمنين يصعدنا جميعا ماذا يا أبي تعالي ابنتي يا أهل المأمون إني قد عزمت على أمر تعرفون أصله متكن في خراسان هذه ابنتي الغالي يا أم الفضل كنت قد رسمتها لمحمد بن علي الرضا ودخترت والده لولاية العهد نعلم ذلك يا أمير المؤمنين وقد استقدمته من المدينة وأنزلته في دار من دوري وسأعقد له على أم الفضل فماذا تقولون القول قولك يا أمير المؤمنين ولكن بني العباس يا أبي ذا أمرهم لي فإني أعلم بما يكنون وما يعلنون قد يخشون أن يخرج الأمر منهم لا عليك أنا أدرى بما سأقدم علي عندما تكبرين يا أم الفضل سأقيم لك زفافا تتحدث به الركبان بورك لك ما عزمت عليه يا أمير المؤمنين فإنه الشرف والله أن يتقصل نسبك بنسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بلى لا يذكر اسم أمير المؤمنين علي إلا مقرونا بالسلام عليه في بيتي وسألزم بذلك شاء من شاء وأب من أب عباس ما لك سادر في الصيد والله أقبل إلي في مجلس الحكم دعي الناس والأمراء وقادة الجيش يتعرفون عليك وينالون من فضلك إن لي فيك أربا سمعا وطاعة يا أبي أتحتاجون لشيء أقم الليلة عندنا يا أمير المؤمنين ليت الخلافة وأمور الحكم تترك لي متسعا فمتى وجدت متسعا فنحن في انتظارك أعرف يا أم العباس أعرف ربيتي فأحسنتي أراكم بخير بحماية الله أنا مستعد يا ابن عمار أسألك عن الوصية وأنا أسألكم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي صلى الله عليه وآله ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى على أنه لا نبي بعدي بلى ومن ينكر ذلك حديث شريف صحيح أشهر من أن يسأل عنه هما كانت منزلة هارون من موسى عليهما السلام كان هارون شقيق موسى عليه السلام وكان وصيه ووزيره وذلك ثابت في الوحي الإلهي العظيم حديث المصطفى في فضائل علي أكثر من أن تحصى وأشهر من أن يغضى الطرف عنها فمن يستطيع أن يغفل كلام سيد المرسلين في غدير خم حين خاطب المسلمين بقوله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله فرفع يد علي وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مشهورا عند جميع الصحابة بلى وقد شهد على الخطبة آلاف المؤمنين ومنهم الصحابة والمبشرون بالجنة ماذا لو قال أحدا ذلك في زمن بني أمية في الشام؟ لجر له يبن أخي ما جرى لأبي ذر وربما ما جرى للحسين وآل بيته عليهم السلام ألا تحفظ حديث المصطفى صلى الله عليه وآله عن أبي ذر رضوان الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر وقال عن الحسن والحسين عليهما السلام إنهما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما مولاي هل لي بسؤال؟ سلي أحمد ما تشاء إنه لا يحز في نفوس مواليكم أي قال إن المأمون هو الذي لقب والدك عليه السلام الرضا فمتى كان ملوك الزمان يلقبون الأئمة الأوصياء؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر